أتساعد السبحي بفلسطين هذا الصباح تميز جديد يضاف لسجل هيئة الإذاعة والتلفزيون بفوز برنامج فلسطين هذا الصباح بأفضل برنامج تلفزيوني البرنامج الذي يوليه المشرف العام على الإعلام الرسمي كما كل البرامج حيزا كبيرا ويدعم طاقمه بكل الإمكانيات والمعدات يقدم العديد من القضايا اليومية والوطنية والاجتماعية التي تهم المواطنة الفلسطينية في كافة أماكن تواجده يعني في الحقيقة هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها هيئة رضاعة والتلفزيون الفلسطينية في العام الماضي 2021 والتي تأتي بكل تأكيد بتعليمات المشرف العام على الإعلام الرسمي وزير أحمد عساف الذي يشدد دائما على أهمية أن نكون بالقرب وإلى جانب المواطن الفلسطيني في كافة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني ونكون مرآة لهذه القضايا نطرح بكل قوة وبكل جرأة على الشاشة الفلسطينية مؤسسة فكرة جديدة نظمت استفتاء على مضار عدة أشهر في كافة القطاعات لجائزة التمييز والإبداع التي استحقتها العديد من الشركات والمؤسسات على جهودها في خدمة أبناء شعبنا ودعم اقتصادنا الوطني كل التحية للكطاع الخاص للشركات المشاركة اليوم التي تعيش ظروف استثنائية كما يعيشوا كل أبناء شعبنا الفلسطيني هذه الظروف الاستثنائية لشعب استثنائي صراحة لن يفقد الأمل برغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها عذابات أسرانا انتصار أسير ومرض أسير وطالما هناك احتلال هناك ألم ولكن هناك أمل بهمة كل أبناء شعبنا وهذه شريحة مهمة من أبناء شعبنا التي تتحدث عن الكطاع الخاص الفلسطيني أنها تكون دائما في الطليعة استفتاء التمييز والإبداع هو حدث سنوي هو عبارة عن استمارة بحثية نحن وزعنا 20 ألف استمارة بحثية على 20 ألف مواطن وطلبنا منهم أنهم يرشحوا من أفضل شركة في مجموعة كبيرة من التخصصات 126 تخصص والمواطنين عبوا هذه الاستمارات ورشحوا أفضل شركات القائمون على المؤسسة أكدوا أن هذه الجائزة تشكل حافزا مهمة لتشجيع الكطاعة لطبقة تقدم أفضل ما لديها لخدمة الوطن موسى حسين تلفزيون فلسطين